السلام عليكم طلبة الصف الثالث متوسط نكمل محاضراتنا بفصول الكتاب اليوم مصلنا للفصل التاسع اللي يتحدث عن الجهاز العصبي راح نتحدث اهنانا عن المقدمة حول النسيج انواع الجهاز العصبي تقسيماته بعض الامراض النفسية الخاصة بالجهاز العصبي اساسا كلمة النفسية يعني شغلات مرتبطة بالجهاز العصبي هاي المقدمة طبعا مثل حفظ بس هي تمهيد لكم على ما تفتهمون شي تحدث هذا الفصل يقول لكي يكون الانسان قادرا على التكيف والعيش في محيطه الحياة الواسع لابد له من المحافظة على جسمه من جميع المؤثرات الخارجية التي ربما تؤدي الى الاضرار به وهذا الشيء نفسه انطبق على جميع الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة مو بس الانسان كل الكائنات الحية تختلف تمتلك اجهزة تحسس للمؤثرات الخارجية قد تكون متطورة مثل ما بالانسان او بسيطة مثل بالكائنات الوحيدة الخلية او الكائنات مثل هايدرا البلنارية ذنية تكون عدها عقد او شبكات عصبية بس شغلات بسيطة مو مثل ما موجود بالانسان الانسان يحتاج للجهاز العصبي لسببين اولا تنظيم عمل جميع الاجهزة الجسمية مع بعضها البعض وثانيا تنظيم العلاقات مع المحيط الخارج يعني يحتاج الجهاز العصبي لشغلة داخلية ولشغلة خارجية الداخلية اللي تتحدث عن تنظيم عمل الاجهزة الجسمية مع بعضها فنبض عضلة القلب هو عمل مسيطر علي عصبيا تنفس الانسان في اثنانه وما يتم بيسر وسهولة يعني احنا نبض القلب وتنفس الانسان حتى تقلص العضلات الملساء بالامعة احنا نعمين وما ندري لوما الجهاز العصبي هو دي ينظم عمله باستمرار زيب اما تنظيم العلاقات مع المحيط الخارجي هو امر غاية بالاهمية فالابتعاد عن المخاطر كالحريق مصادر الضوضاء الاقتراب من الازهار هي جميعها امور مهمة ما يستطيع الانسان العيش والاستمرار بالحياة ما لم يتلاءم معها هذا الانسان الامور الخارجية وهي هنانا الامور الداخلية ما هي اعضاء الحس هي اعضاء الحسية هي العين الاذن الان في الجلد واللسام لابد من الاشارة هنا الا ان ما منحهم الباري تعالى للانسان من امكانيات العقل والتفكير والابدع هي مميزات خاصة بها الانسان من سائر المخلوقات الاخرى الوحدة الاساسية في بناء الجهاز العصبي هي الخلية هس انا احفظ مني السببين واجئي هنا ما هي الوحدة الاساسية في بناء الجسم بشكل عام هي الخلية زيب انا احفظ جهاز العصبي اذا هي خلية عصبية اللي تشكل وحدة البناء والوظيفة اهلانا شوية ارجع على تركيب جسم الخلية العصبية لان انا جسم الخلية العصبية رح اعرف انه هي تتكون من جسم وبنوات وبنوات اكونوية ومن بروزات او تفرعات شجيرية هاي التفرعات هذا يسحولة جسم الخلية واكو محور التفرعات تعمل على ايصال او نقل الاعاز العصبي من خارج الخلية لجسم الخلية زيب اما المحور فهو ينقل الاعاز العصبي من جسم الخلية المل للخارج هاي التفرعات تكون قصيرة ومتعددة بينما المحور تكون طويل ومفرد وهاي طبعا كانت بالوزارة تجي بس احنا الفصل الاول تم تركه ليش تحدثت عن هذاني لان هس رح اعرف شغلات مرتبطة بجسم الخلية تكون الخلايا بانواع مرة تكون احادية القطب مرة ثنائية القطب مرة متعددة الاقطاب هاي انصح لها متعددة الاقطاب ليش رح للورقة الوراها نلقى هنا احادية القطب يعني بروز واحد يخرج منه ثنائية القطب يعني بروزية يطرع منه متعددة الاقطاب اللي هي هاي احنا دا نشوف اكو بروزات هاي تخرج من عدد وهاي شجيرية التفرع هاي بدل ما تيجي بالوزار هس نتحدث عن النسيج العصبي ما هو هو تجمع اعداد كبيرة من الخلايا العصبية اذا النسيج هو مجموعة من الخلايا العصبية تقوم بوظيفة محددة كنقل الاعاز العصبي اذا وظيفة النسيج العصبي هو يقوم بنقل الاعاز العصبي ويتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية ويكون لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ سنجابي اما النسيج العصبي اللي يغطي الحبل الشوكي فيكون لون ابيض انتبهوا للألوام اجي الاعصاب حزمة من المحاور العصبية وين هن المحاور هذان لي هذان لي هذا المحور مجموعة من المحاور يعني الجسم الخلية فوق وهذان المحور هذان ياصيح لهم اعصاب الاعصاب حزمة من المحاور العصبية اش بيها هاي المحاور العصبية ترتبط مع بعضها بنسيج ليفي رابط فانها تشكل حزمة قوية اذا هي حزمة قوية من المحاور العصبية المرتبطة مع بعضها البعض بنسيج ليفي ورح تنتشر في انحاء الجسم ما قد تكون حسية او حركي العصب الحسي هم هو حزمة من المحاور العصبية بس هذا وظيفة ينقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي المركزي اما الحركي هذا بالعكس عكس الحسي بس هم حزمة من المحاور رح ينقل الاعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي الى انحاء الجسم انتبهوا واحد يودي للجهاز العصبي وواحد ياخذ الرد من الجهاز العصبي الى كافة انحاء الجسم هذا هنا بالوزاري يجيب دائما ما الفارق او قارن دائما يجيب ابرز الاسئلة الخلية العصبية هي الوحدة الاساسية في بناء ووظيفة الجهاز العصبي وتكون على اشكال مختلفة فقد تكون حادية القطب ثنائية القطب او متعددة الاقطاب هاي الخلية متعددة الاقطاب ترسم مهمة يحتاج الانسان الى الجهاز العصبي لسببين اساسيين احنا نسيج العصبي تعريفه تعريف الاعصاب هماتينة مهم عدكم تعريف الاعصاب تقسم الاعصاب الى عصبي و حركي حسي يعني عصب حسي و عصب حركي قارن بين الاعصاب بس تعارفين اذكرهم هسه ما اقسام الجهاز العصبي لقسم الجهاز العصبي الى الجهاز العصبي المركزي المحيطي و الذاتي المركزي يشمل الدماغ و الحبل الشوكي عدد زين الدماغ بمخ و مخيخ و نخاع مستطيل اكو رسم بالكتاب بداية الكتاب يعني صفحة 139 هذا يتحدث عن اجزاء الجهاز العصبي هنا الجهاز العصبي المركزي رح يتكون من الدماغ و الحبل الشوكي الدماغ يتكون من المخ و المخيخ و النخاع المستطيل الحبل الشوكي اللي يبدأ بنهاية النخاع المستطيل الى الفقرات القطنية يمتد هنا داخل هذا القاس وهذا الحبل الشوكي اللي تخرج منه اعصاب وهذا كلش مهم رح يمتد بالقناة العظمية هذا الفراغ الموجود بالعظم وهذا اذا تذكرون بالجهاز الهيكلي تحدثنا عنه هس اقسام الجهاز العصبي رح يقسم الى الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المحيطي والجهاز العصبي الذات الجهاز يشمل الدماغ والحبل الشوكي الدماغ رح يقسم الى المخ المخيخ والنخاع المستطيع المخ اكبر جزء من الدماغ يتكون من نصفين هذا نصف والجهة الثانية نصف يعني هاي صورة من الجانب يفصل بينهما شق عميق ويكون سطح متعرج ويسيطر المخ على مراكز الحواس وعلى الحركات الإرادية ومختلف الفعاليات العضلية كالانفعالات النفسية والذكاء والتفكير أما المخيخ فهذا المخيخ يقع أسفل هذا البنفسجي طبعا هذا المخ بمجموعة من الفصوص الفص الجبهي الجداري هنا أنا عدي القفا والخلفي والفص الصدعي هنا أنا هذا المخيخ اللي كلنا بنفسجي هذا يقع أسفل المخ يقع وين أسفل القسم الخلفي للمخ بقسمين بس وظيفة المخيخ بشكل عام تنظيم حركة العضلات الإرادية مثلا حس حركة إيدياكم هو مسؤول عنها اللا إرادية مثلا حركة المعدة والأمعاء راح يكون من المسؤول عنها مسؤول عنها المخ النخاء المستطيل يوجد في القسم الخلفي بعه هنا هنا من قاعدة تجويف الجمجمة يصل الحبل الشوكي بالدماغ أو يصل الدماغ هذا بالحبل الشوكي تقع فيه المراكز الحيوية المسيطرة على بعض أجهزة الجسم كالتنفذ جهاز الدوران وخاصة القلب وبعض من الحركات اللا إرادية البعض بينما أغلبها هي موجودة بعض من الحركات اللا إرادية هنا الإرادية هنا تنظيم حركة العضلات الإرادية في الجسم هس أجيل هنا حبل الشوكي اللي هو الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي على شكل حبل أسطواني طولة 45 سنتيمتر من نهاية النخاء المستطيل وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة يقع الحبل الشوكي داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة مع بعضها البعض بأنسجة متينة باعوانة صفحة 139 هذا هو الحبل الشوكي بنهاية النخاء المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة هذا رح يكون شن هو الحبل الشوكي نرجع الدرسنا أحفظ طولة صار عند طول المريء طول الحالب وطول الحبل الشوكي وطول العمود الفقري وعدد الفقرات ذني أرقام مهمة داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة مع بعضها البعض بأنسجة متينة الجهاز العصبي المحيطي يتكون هذا الجهاز من أعداد كبيرة من الأعصاب المنتشرة في أنحاء الجسم وغيفته تسلم الحوافز من أعضاء الحس المختلفة وإيصالها إلى الجهاز العصبي المركزي سيوصلها علما إلى الجهاز العصبي المركزي وبعدين يستلم الرد عليها يعني ياخذ وينطي حركة العضلات التي تحرك الأطراف المختلفة رؤية الإنسان للنار بالقرب منه العين تستلم الصورة وترسلها للدماغ الدماغ يقوم بإصدار الأوامر للعضلات في الأرجل للابتعاد عن مكان الخطر وهو النار مكونات الجهاز العصبي المحيطي العصاب الشوكية والقحفية الشوكية ألياف عصبية حسية وحركية عددها 31 زوج تخرج من الحبل الشوكي من تخرج من الحبل الشوكي لذلك صحنا بالعصاب الشوكية وتتصل بعضلات الجسم من هي مسؤولة عن تحريك الأطراف وهي إما حسية أو حركية بينما القحفية عددها 11 هنا عددها 31 من العصاب الحسية والحركية والمختلطة اللي تكون حسية وحركية معه بالوزاري يريدها من عدكم مقارنات بالوزاري العصاب الشوكية ألياف عصبية تخرج من الحبل الشوكي وتتصل بعضلات الجسم عددها 31 هنا عددها 12 دوج هي إما حسية أو حركية هي مجموعة من العصاب حسية حركية أو مختلطة حسية وحركية وانتبهوا لها تأتي لكم بالوزاري ما وظيفة الجهاز العصاب المحيطي يستلم الحوافز من أعضاء الحس المختلفة ورح يوصلها إلما إلى الجهاز العصاب المركزي ومن ثم يستلم الرد عليها يتكون هذا الجهاز من أعداد كبيرة من العصاب المنتشرة في أنحاء الجسم وظيفته تسلم الحوافز من أعضاء الحس وإيصالها إلى الجهاز العصاب المركزي ومن ثم يستلم الرد عليها هاي الأمثلة الأمثلة على هذا الموضوع زيني أجي للجهاز العصبي الذاتي رح يتكون من ألياف تصل بها عقد عصبية هذا يسير جنبا إلى الجنب مع الجهاز العصبي المحيطي يتصل هذا الجهاز بالجهاز العصبي المركزي وظيفته تنظيم عمل الجسم تلقائيا مثل تنظيم ضربات القلب التنفس التعرق الموجود هاي وظيفته بشكل عام هاي وظيفته بشكل عام بس هو ينظم عمل الجسم تلقائيا مجموعة من الألياف رح تتصل بها عقد ورح يسير جنبا إلى جنب مع الجهاز العصبي المحيط يتقسم هذا إلى الجهاز العصبي الودي وجار الودي أو شو صيح له العطوف السنبثاوي أو البارا سنبثاوي السنبثاوي أو العصبي الودي دائما يجيبوا ليها مجموعة من الأعصاب الدقيقة تخرج من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي وظيفته تنظيم ضربات القلب هذا عكس هذا شبيه هذا هذا مجموعة من الأعصاب الدقيقة اللي تخرج من مناطق الدماغ وكذلك الجزء السفلي للحبل الشوكي قبل شوية كان القسم الوسطي كان جانبي القسم الوسطي هذا شي سوى وظيفة عكس عمل الجهاز السنبثاوي مثل تقليل ضربات القلب يقلل ضربات القلب وهذا بالوزاري جايبه وائلكوم مكرر مجموعة من الأعصاب تخرج من جانبي القصر الوسطي من الحبل الشوكي رهنانة دقيقة اللي تخرج من مناطق الدماغ وكذلك الجزء السفلي للحبل الشوكي هذا وظيفة زياد ضربات القلب هذا يقلل ما هي فسلجة الجهاز العصبي تقوم الأعصاب بسلسلة من الوظائف هدفها تنسيق عمل الجهاز العصبي أو عمل جسم الإنسان وتنظيم علاقاته مع المحيط الخارجي ومن حيث تسلم الحوافز الخارجية ورد عليها بأوامر مناسبة شنو يعني هاي تسلم الحوافز الخارجية ورد عليها بأوامر مناسبة هسا مثلا دي تمشون فجأة أكد بوس جاكو برنجلكم بأقل من ثانية هذا الدنبوس يصعد إعاز اللي هو تسلم حوافز خارجي هذا حوافز خارجي منه شكة الدنبوس أو انتويتو يعني كتشي حاردستو أو لمستو ينتقل على السريع هذا العصب الحسي ينقل شنو؟ ينقل إعاز المن للدماغ هذا شغلة مؤذية شي رجع للرد شنو الرد عليها؟ يرد عليها شغل تيم عن طريق العصب الحركي يقول له ازحب إيدك وحسب الألم أول شي يقول له إعاز حسب الألم على مد تسحب لذلك هاي أقل من ثانية خلي رجلي على الشيء أو إيدي على الشيء المؤذي أصيح أقو أسحب كرة تفعل أنه أسحب هذا يسحولة رتفعل تسلم الحوافز الخارجي اللي هو حافز من بره والألم الرد عليها هو الألم والسحب الإعاز العصبي هو انتقال الحوافز والأوامر من خلية إلى أخرى عندي وصلة عصبية وعندي وصلة عضلية ما هي الوصلة العصبية؟ هي نقطة التقاء التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور خلية أخرى هي نقطة انتقال الإعاز العصبي بين خليتين نقطة انتقال الإعاز العصبي بين خليتين باعوا هاي الصورة ما مطلوبة منعتكم هاي رسم بس باعواها للتوضيح هاي خلية عصبية هاي جسم هاي محور هاي تفرعات دقيق هاي تفرعات ما للمحور تلتقي وياما ويه تفرعات هاي التفرعات الشجيرية هاي تفرعات شجيرية هاي الخلية العصبية تلتقي مع الفروع الدقيقة هاي الفروع الدقيقة لمحور خلية عصبية وهنا نرح ينتقل الإعاز منا لهنا مو ينتقل من هاية لا ينتقل من المحور للشجيرات يعني هي وظيفة المحور هو النقل هنا هم وظيفة الشجيرات نقل بس تنقل من الخارج لجسم الخلية العصبية إذن الوسطة العصبية اللي هي صحولة التشابك هاية اللي هي نقطة التقاء التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور هذا محور خلية عصبية أخرى وهي نقطة التقاء رح تصير بيرمن أو انتقال الإعاز العصبي بين خليتين نقطة انتقال الإعاز العصبي بين خليتين هاي الوصلة العصبية اكو وصلة ثانية يسحولها الوصلة العضلية اكو وصلة أخرى يسحولها الوصلة العضلية شين هي هاي الوصلة العضلية هي منطقة التقاء تفرعات الخلية العصبية مع العضلات هاي خلية عصبية هاي خلية عصبية هاي تفرعات المحور تروح بعضلة بعضلة تروح مو بخلية عصبية أخرى هاي سحولها الخلية انسح لها الوصلة العصبية العضلية اللي هي نقطة التقاء فروع المحور لخلية عصبية مع عضلة مع عضلة زيف هذا على مودة الرجاعة مثل ما كان وينزل بالملزمة ما بي مشكلة تمام نجي المم ما هي أنواع الإعازات العصبية الإعاز العصب الصادر الإعاز العصب الوارد الصادر قلت لكم هذا اللي يروح المم يروح للجهاز العصبي المركزي الصادر من الجهاز العصبي المركزي إلى أنحاء الجسم أما الوارد ينقل الحوافز الخارجية نحو الجهاز العصبي يرد إلى الدماغ هذا يصدر من الدماغ تبلغ سرعة انتقال الإعازات العصبية في جسم الإنسان بحدود 60 متر على الثانية وهذه سرعة جدا كبيرة 60 متر بالثانية ينتقل تقسم الأفعال العصبية أفعال إرادية أفعال إنعكاسية زيان وأفعال لا إرادية هاي خلأ أضللها على مول تميزوها هذه هسا أعدله اللي هي هاي الأفعال اللا إرادية الأفعال الإرادية هي يقع مركزها في المخ مثل المشي الكلام السمع والكتابة ذني آني بكيفي أريد أحتي أريد ما أحتي أريد أكتب أريد ما أكتب أريد أمشي أريد أسمع أريد أصم إضاني على السمع الأفعال اللا إرادية يقع مركزها في النخاع المستطيل مثل نبضات القلب التنفس عمل المعدة والأمعاء ندني وين مكانهم مكانهم بالنخاع المستطيل دني وين مكانهم بالمخ دني تخلون خطوط جواهم لأن دني المكان مالته المهم نجي إلى الأكاسية مركزها النخاع الشوكي مثلا عنده سحب اليد أو القدم يصير بالهواخز بأبرا يعني ينشك بأبرا أو دنبوس تكون لا إرادية هذا السحب القوس الأكاسي مجموعة من الأعصاب اللي تنقل الإعاز وترد علي هاي مجموعة من الأعصاب تنقل الإعاز هذا منبه قد يكون مثلا أكونار شوين أحرارة فتنقل الإعاز للحبل الشوكي وهاي ترد علي الصادر تقول للعضلة السحبي هذا يصحول قوس الأكاسي لا يمكن تعويض الخلايا بالدماغ بخلايا أخرى بحال تلف فأصلا انقسام الخلاوي بالدماغي توقف الجلطة الدماغية ناتجة عن عدم وصول الدم في الأوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ بسبب هذا رح يسبب تجلط الدم بهاي الأوعية وهذا السؤال جاي بي عن حدوث الجلطة الدموية لبعض الأشخاص نتيجة جلطة دماغية لبعض الأشخاص أقول لنا تجاه عن عدم وصول الدم في الأوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ بعض الأمراض النفسية هنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خفض عمل الجهاز العصبي وكفاءته ضغوط نفسية غير مسبوقة على الإنسان ضغوط بالعمل وضوضاء وسهر إفراط بالتدخين وتناول الكحول والمخدرات وحتى المنبهات الشاي والقهوة الأعراض شعور مستمر بالتعب هذه أسباب الكعابة عدم الشهية للطعام والصداع والدوار عن انطواء وعدم مخارطة الآخرين وانخفاض مستوى الانتاج وعمل الشخص آخر شيء أعراض جانبية أخرى كالانفعال والغضب الشديد وعدم التركيز عند القراءة والعمل اليومي اليدوي مراجعة الطبيب وتناول العلاج اللازم الابتعاد عن الضوضاء والسهر والتدخين وشرب المسكرات والمنبهات أيضا ممارسة الرياضة أو أي هواية أخرى مفيدة والاهتمام بالتغذية الجيد الوقاية بشكل عام أنني أمارس الرياضة والابتعاد عن مصادر الضوضاء ودخان السيارات والمولدات بشكل عام أنا ابتعد عن أي شيء مؤذي الاهتمام بتنظيم أوقات العمل والراحة والتغذية المتوازنة والتغذية المتوازنة مع الرياضة وراث المنشئ ليش أن أكو خلل إنزيمي يؤدي إلى ارتباء كبير في عمل الجهاز العصب المركزي بسبب إنزيمي يخص قابلية وكفاءة الخلايا العصبية هلوسة، هذيان، اضطراب بالذاكرة عمد المريض أحد أعرابه انخفاض مستوى إداء المريض وعدم قدرته على التركيز وإنجاز الأعمال الدقيقة الأرق، اضطراب بالشخصية، أصلاً يعني يفصل أكو شخصيات متعددة صر عدة كل شوية نلقاه بحال القيام بأفعال تكون أحياناً خارجة عن المألوف وفي حالات الخطرة من المرض يكون المريض عدواني يمكن أن يعتدي على الآخرين الأنطواع على الذات، فقدان الثقر بالآخرين، التردد بالقيام بالأعمال اليدوية مراجعة الطبيب حالاً وأخذ العلاج اللي لازم تحت إشراف طبيب لأن قلنا إنه سببه وراثي وأكو خلال إنزيمي، فلازم أكو علاج مناسب إذا كان المريض ادهورت حالته وأهلاً ما يقدرون يتحملوا لازم يدخلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللي يلزم لفترة طويلة بحيث أهلاً ما يقدرون على هاي الفقراء الوضع الوقاية، مما ما قدر أتوقع من الشيزوفرينيا الشيزوفرينيا مرض وراثي لكن أقلل يعني من حدتها أنه هاي الظروف المعاشية والظروف العمل تقلل كثيراً من ظهور أعراو المرض لدى الأشخاص اللي يعدهم استعداد للإصابة به أكثر من غيرهم هسه خلص هذا الفصل إذا أريد أحل الأسئلة عرف المفاهيم، هذن المفاهيم كلية الموجودات عدكم كلية اللي احنا حتشيناهن بس ذنه هنا ذاكرته هنا ما الفرق بين العصب الحسي والحركي؟ هذن بس تعارف ما أقسم دماغ مخ ومخيخ ونقاع مستطيل عندما لا يستطيع الشخص السيطرة على حركات يديه فهذا يعني أنه خللاً قد أصاب المخيخ ليش؟ ليش دا أقول المخيخ؟ لأنه نرجع لوظيفة الجهاز العصبي وطبعاً هاي الأسئلة بالكتاب تنحل ليش تنحل؟ لأنه يكررون منها فدائماً احنا ننتبه له باعه هنا بالمخيخ شنو مظيفته؟ تنظيم حركة العضلات الإرادية في الجسم من العضلات الإرادية منها من أحدها هي السيطرة على حركات يدي زيب عندما تركه بتزداد ضربات قلبك واللي يقوم بذلك هو الجهاز الودي لو تقل أقول الجهاز جاري الودي يمتد حبل شوكي بين النخاع المستطيل والفقرة القطنية لو المخيخ والفقرة العجزية المخيخ والفقرة العجزية النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة على أي أساس حشيتي هذا الكلام؟ تنحون سبحة 141 وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة زيب هذا موجود إذن بالكتاب نصه يمتد الحرف نفسر يتعرض بعض الأشخاص إلى جلطة دماغية هذه نصه إيجتي بالتمهيدي 2023 نصه إيجتي لأنه ناتجة عن عدم وصول الدم إلى الأوعية الدموية الشعرية المغذية لخلايا الدماغ بسبب تجلط الأوعية بها زيان الأوعية الدموية لها يساعد بعض الأشخاص بالأمراض العقلية هو مو بس نتيجة لخلل في عمل إنزيمات الخلايا العصبية بالدماغ أيضا لضغوط الحياة اللي موجودة يعني هستلوت الحوم سبب الضغوط الكبير اللي يتعرض إلى هالإنسان أدت إلى ظهور ضغوط نفسية غير مسبوقة يعني أنا أكتب خلل إنزيمي أعمل الخلايا العصبية في المخ وأكتبوها ضغوط الحياة أضيف هذه العبارة الوصلة العصبية هي منطقة اتصال التفرعات الشجيرية يقول صحح العبارات الآتية إن وجد فيها خطأ الوصلة العصبية التقاء التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع محور خلية عصبية خطأ هذا الجزء الأول صحيح الوصلة العصبية منطقة اتصال التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة وليس مع محور نفسه الفروع الدقيقة لمحور خلية أخرى القوس الإنكاسي هي العصاب الناقلة للإعاز والرد عليه كما في عمل المائدة صحيح هذا الشق قوس الإنعكاسي من الأعصاب الناقلة لإعاز العصبي ورد عليه مثل المثال هو خطأ سحب اليد الأسئلة الوزارية كلش مهم الأطلاع عليه عرف الأعصاب الشوكية يتعرض بعض الأشخاص إلى الجلطة الدماغية علل ما وظيفة الجهاز العصبي الودي بس هذا جاربين عليه بالتمهيد من المسؤول عن نقل الإعاز العصبي باع الأسئلة ما مسبب انفصام الشخصية هاي بالبداية أنه مرض وراثي وخلل بعمل إنزيمات الخلايا العصبية في المخ أرسم مع التأشير خلية عصبية نموذجية وهذا الرسم الوحيد المطلوب من أتكم لو ننسيج في قشرة الدماغ سنجابي ولو ننسيج اليواطر الحامل الشوكي أبيض تبون لنها ذن الأسئلة ذن الأسئلة أتمنى تطرعون عليها مزيلا لأن هنا مهمات كلش مفيدات لكم وأتمنى أكون عني فجتكم بهذا الفيديو وشكرا جزيلا لحسن أصغاءكم وأي سؤال عني بخدمتكم وأتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا لكم